موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم في حلقة جديدة مع ضيف جديد في برنامج شاهد على العصر في الوقت الذي يتوارى فيه كل من كان له تاريخ نضالي على اعتبار أن النضال والجهاد والكفاحة أصبح في أيامنا هذه مرادفا للإرهاب في هذا الوقت يخرج شاهدنا على العصر في هذه الحلقة والحلقات القادمة السيد محمد داود عودة الشهير بأبو داود ليروي لمشاهد الجزيرة في شهادته على العصر جانبا من تاريخ النضال الفلسطيني الذي صنعه هذا الرجل أو شارك في صناعته مع آخرين ولد السيد محمد داود عودة أبو داود في القدس في التاسع عشر من مايو عام الف وتسعمائة وسبعة وثلاثين تولى أبو داود قيادة الميليشيات الفلسطينية في الأردن التي كانت تضم أربعة عشر ألف مسلح وشارك في أحداث أيلول التي عرفت باسم أحداث أيلول الأسود عام الف وتسعمائة وسبعين والتي وقعت في الأردن بين الأردنيين والفلسطينيين شارك في التخطيط وأشرف على التنفيذ في الهجوم الذي استهدف الفريق الإسرائيلية في دورة ميونخي الأولمبية عام الف وتسعمائة واثنين وسبعين قاد في عام الف وتسعمائة وثلاثة وسبعين فريقا من الفدائيين الفلسطينيين للقيام بعمليات في عمان تهدف إلى السيطرة على مجلس الوزراء الأردني والسفارة الأمريكية في عمان بهدف الإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين في سجون الأردن إلا أن العملية كشفت وحكم على أبو داود ومرافقه بالإعدام إلا أن الحكم خفف بعد ذلك وأفرج عن أبو داود بعد عدة أشهر بعد زيارة قام بها الملك حسين إليه في سجنه انتقل أبو داود بعد ذلك إلى بيروت وعين قائدا عسكريا لمنطقة بيروت الغربية وخاض حرب العامي الف وتسعمائة وخمسة وسبعين وستة وسبعين التي وقعت في لبنان اختلف أبو داود مع رئيس منظمة التحرير الفلسطينية السيد ياسر عرفات عام ثمانية وسبعين وذلك بسبب قبول السيد عرفات بوقف إطلاق النار أو باتفاق وقف إطلاق النار مع الإسرائيليين أنذاك تعرض أبو داود لمحاولة اغتيال في ورسو عام 1981 وأصيب بسبع رصاصات في أماكن مختلفة من جسده إلا أن هذه الرصاصات لم تمنعه من الرقد وراء الشخص الذي حاول اغتياله في ردهات الفندق حتى أن كثيرا من الحضور كانوا ينظرون إلى المشهد وكأنه فيلم سينمائي وظل أبو داود ينزف طيلة ساعتين حتى وصلته سيارة الإسعاف عايش أبو داود الخروج الفلسطيني من بيروت عام 82 كما كان وسيطا رئيسيا في الخلاف الذي دب داخل حركة فتح عام 83 بين أبو موسى والسيد ياسر عرفات وانتهى بخروج عرفات من ترابلوس عام 84 صديق للأرهابي العالمي كارلوس وقد رسله كارلوس من سجنه في باريس برسالة مؤخرا يطلب منه فيها البحث عن زوجته كان صديقا لأبو نضال ثم خصما لا حتى أن محاولة الاغتيال التي وقعت لأبو داود في وارسو كان وراءها أبو نضال صديق حميم لأبو إياد منذ بداية انتمائه إلى حركة فتح وحتى استشهاد أبو إياد بعد ذلك في تونس تفاصيل مثيرة نتناولها مع رجل يعتبره الغرب وإسرائيل إرهابيا لكنه لا يخجل من تاريخه النضالي الطويل بل يفخر به محمد داود عودة عضو المجلس الوطني الفلسطيني عضو المجلس الثوري لحركة فتح ورئيس هيئة الرقابة الحركية في حركة فتح سيد محمد داود مرحبا بك أهلا وسهلا بك تاريخ طويل النضال والكفاح ومعايشة لأحداث هامة وصناعة أيضا لكثير من الأحداث التي دخلت التاريخ أشهر العمليات التي لصقت بك وهي عملية ميونيخ لا ينساها الناس الآن في جميع أنحاء العالم ففي كل دورة أولمبية يتم عرض ما حدث في ميونيخ عام 72 وسبعين أريد أن أبدأ معك من القدس عام سبعة وثلاثين حيث ولدت ونشأت وترعرعت ما هي البيئة التي نشأت فيها الحقيقة أنا ولدت بحي الآن من أحياء القدس كان في ذلك الوقت يعتبر قرية اسمها سلوان وولدت في حي كان يسمى حي اليمن نسبة لأن سكانه كان من اليهود اليمنيين الذين جاءوا إلى فلسطين في نهاية القرن التاسع عشر وأذكر أنني في طفولتي التي جاءت بعد إضراب فلسطيني دام ستة أشهر وهو أطول إضراب بالعالم كان الوضع بيننا وبين اليهود عادي يعني كنا متعايشين مع بعض وأنا كنت أترك مرات تتركني والدتي بسبب انشغالها بقضايا أخرى تتركني عند الجارة اليهودية وكانت ترضعني وكان الأمر عادي جدا وهؤلاء اليهود كانوا يتكلمون اللغة العربية طبعا وكانوا لهم العادات والطباع التي لكل عربي في كامل الوطن العربي فلم نكن نشعر أننا غرباء عنهم أو هم يشعرون أنهم غرباء عننا حتى بدأت الصهيونية تخطط لترحيلهم من سلوان ونقلهم إلى المناطق اليهودية على الشاطئ فبدأوا يستأجرون مسلحين بالأجرة ليطلقوا النار عليهم بالليل ليشعلوا الرعب في أوساط اليهود اليمنيين مما اضطرهم بالنهاية إلى الرحيل يعني كان الحركة الصهيونية بتسعى لكي تجمع اليهود في مناطق واحدة إلى أن ترعب هؤلاء الذين يرفضون الانتقاد إلى مناطق اليهود نعم كانت لا تسمح لهم أن يبقوا متعايشين مع جيرانهم العرب كانت تريد أن تضعهم في جيتوز يهودية صرفة فكان لابد من ترحيلهم فرحل اليهود اليمنيين وأذكر أنني زرتهم مرة واحدة بعد ذلك ذهبت أنا ووالدي لأن والدي أراد أن يشتري بيت بجانب البيت الذي نسكنه من أحد اليهود المالكين له من جيران سنة كان عمرك كم سنة؟ بالأربعة وعربعين يمكن كان عمري سبع سنوات تقريبا وذهبنا لضاحي من ضواحية الأبيب وقبضهم والدي الثمن ووقعوه على الوكالة التي تؤهل أن يمتلك البيت ومنذ ذلك الوقت انقطعت أخبار هؤلاء الجيران الطيبين عنها وأقول الطيبين لأنهم لو بقوا على طبيعتهم اليمنية البسيطة لكنا بقينا نعيش معا في فلسطين بدون كوارث ولكن الصهيونية هي السبب هل عايشت كنت في واعي حينما وقعت أحداث العام 48 عمرك ربما كان 12 عاما؟ الحقيقة في 48 أنا كان عمري تقريبا 11 سنة وأذكر أن والدي كان شهوة لامتلاك السلاح لأنه في العهد البريطاني لم يكن مسموحا للفلسطينيين أن يمتلكوا سلاح مع أنه اليهود كانوا يستطيعون أن يمتلكوا السلاح وشكل منهم فيلق أيضا حارب في داخل الجيش البريطاني واكتسب خبرات على العرب كان هذا ممنوع وكان يحكم العربي على رصاصة فارغة إعدام فعندما صارت 48 صار شهوة لامتلاك السلاح والدفاع عن الأرض شهوة عارمة فلذلك ارتفعت أسعار السلاح فطر والدي أن يبيع بقرة آخر بقرة عنها يبيعها ليشتري في ثمنها بندقية وهذه البندقية كانت بندقية عثمانية قديمة تضطر أنك لذخيرتها حتى تكون متوفرة تجيب لها ذخيرة بلجيكية وتخرطها عند الخراط فكنت أنا بالنهار كنا أنا أولاد عمي نحمل هذه البنادق لأبائنا ونقف نواطير يعني مش مقاتلين لا أدعي أننا كنا مقاتلين نواطير لندافع عن أو نؤشر أن هناك تقدم على المنطقة أو عدم تقدم بالليل طبعا كان والدي وأهل بلدي وأبناء عمي يتولون الدفاع عن منطقة الثوري النبي داود واجبل المكبر يعني كيف كان استعابك للأحداث في ذلك الوقت وأنت ترى أن والدك اضطر إلى أن يبيع بقرته من أجل أن يشتري بندقية حتى بندقية قديمة للدفاع عن كنت شاعر يعني أنا كنت في ذلك الوقت أستطيع أقرأ الجريدة وكنت شاعر أن هناك حدث كبير جدا قادم على فلسطين وأن هناك غزوة إمبريالية استعمارية صيونية قادمة لابتلاع الأرض كنت تعرف مفهوم الإمبريالية والصيونية في ذلك لا بس عندي شعور أنه غريبا قادم ليأخذ بيتي هذا الشعور كان واضح وزاد من هذا الشعور تأكيدا عندما حدثت حادثة ديرياسين فأهل ديرياسين هاجروا إلى سلوان وأسكنوا في المدرسة فرقدنا نحن الأطفال لنحمل لهم الأكل والشراب والملابس حتى القديمة والأغطية وروا لنا ماذا حدث في ديرياسين فعمق هذا في وجداني أن الخطر داهم ولا بد من مواجهة الخطر بالسلاح والسلاح فقط وبعد حادث الديرياسين الحقيقة شعرت أن هذا العدو ليس عدوا عاديا وإنما هو عدو لا يرحم ومستعد أن يقتل ويبيد ويدمر ويشرد كل الفلسطينيين من أجل الاستراع على الأرض فلذلك أنا كنت حريصا يعني من هذه البداية أني أمارس ما أستطيع ممارسته يعني كطفل مش كمقاتل بعد انتهاء الحرب والهزيمة التي لاحقت بالعرب كيف كان الوضع بالنسبة لك والعائلة؟ يعني قبل ما أوصل للهزيمة بدي أقول لك أنه أنا شاهدت وطبعا بعدين قرأت شاهدت أنه الإسرائيليين أو الصهاينة في القدس الغربية كانوا في مأزق كان الشباب المقدسي متملك أسوار القدس ودافع عنها دفاعا رهيبا وكان للجيش الأردني لا شك دور كبير في هذا ومدفعية الجيش الأردني ساهمت في تضييق الخناق على الإسرائيليين بالقدس فطلب الإسرائيليون من عبدالله التل أن يستسلموا وعبدالله التل سأل قيادته فأبلغوا أنه انتظر 24 ساعة خلال هذه الـ 24 ساعة والتي لا يعرفها الكثيرون فرضت هدنة على العرب هدنة إجبارية وهذه الهدنة 18 يوم على ما أذكر خلال هذه الهدنة استطاع الجنرال يهودي أمريكي كان يخدم بالجيش الأمريكي في الحرب العالمية الثانية في بورما أن يقنع القيادة الإسرائيلية بشق طريق شبيه بالطريق التي شقت في بورما في ذلك الوقت وشق طريق بالجبال الوعرة بين الساحل الفلسطيني والقدس هذا الطريق أعطى اليهود فرصة أن تنقلهم الذخائر والأسلحة وحتى التموين والمقاتلين مما جعلهم في وضع أفضل ولا يريدون الاستسلام أنت أشرت النقطة وإن كان سنك ما يسمحش أن أخذ معك كثير في ذلك الوقت وهي دور الجيش الأردني وهناك تشكيك أيضا في دور هذا الجيش وأنه تسبب في الهزيمة من خلال بعض قيادات المقاتلين في حرب 48 من المتطوعين وربما أشار إلى هذا الأمر أحد أبرز قادة المتطوعين في فلسطين إلى أن تأخر عمليات الإمداد من الجيش الأردني للمقاتلين أدى إلى عملية سيطرة اليهود على القدس على وجه الخصوص لا أريد أن أخذ معك بالذات لأن أنت كنت في مرحلة طفولة في ذلك الوقت أنت الآن طفل في الحدية عشر أو الثانية عشر من عمره بدأت هناك غزوة واستلاء على أرضك على بلدك ما هي الانطباعات والأشياء التي تركت في نفسياتك بعد هزيمة 48؟ أنا شاهدت أكثر من هيك أنا شاهدت والدي يصاب بالمعركة إصابات بالغة وينقل المستشفى تقريبا شبه ميت ولا يسمح لي بزيارته إلا بعد أن أنت عش قليلا من أقربائي وشاهدت أعمامي وشاهدت جيراني بعضهم يقتل وبعضهم يصاب شاهدت المأساة أنا طفل صحيح لكن الصورة أمامي ترسم صانتي صانتي حتى تكتمل هذه الصورة وكتملت أنا حتى أكون واضح أنا لا أدافع عن الجيوش العربية في فلسطين كلها كانت دون المستوى القتالي وكلها وحكامها أسهموا في تشريد الشعب الفلسطيني عن فلسطين بالوعود والكلام الفاضي أنا أقول أنه للجيش الأردني موقعين هامين قاتل فيهما وكان شجاعا في القتال موقع القدس وموقع باب الوادي الذي سكر على اليهود الوصول للقدس عن طريق باب الوادي وهذا معروف تاريخيا أما أنا لا أدافع عن الجيش الأردني في اللدو الرملة الذي تركها دون قتال وأنا أعرف مين كان قائد الجيش الأردني في ذلك الوقت الذي يقود الجيش العربية والجيش الأردني كان بريطانيا كلوب باشا فأنا لا أتوقع من هؤلاء الشيء الكثير أنا الانطباع الذي حفر في وجداني هو ما شاهدته حول محيط بلدي من ديرياسين ومهجريها من قتال أقاربي وإصابة والدي وعمي إصابات بالغة هذا جعلني أني أتصور أنه لابد أن يتعاقب جيل على جيل الدفاع عن أرض فلسطين وأنا بقول الآن وأنا تقريبا تجاوز الستين على الشباب الصغير أن يدرس هذه التجربة ليستلم الرايا ويدافع عن فلسطين كما ذا فعل لقبله 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 العام 48 على واجه الخصوص وحرب العام 48 ومن عاشوا أحدثها بهذه الصورة التي عاشتها أنت يعني من الأهمية بمكان لمقارنتها بالوضع الذي ألت إليه القضية الفلسطينية الآن لكن كون شاهدتك تبدأ بهذه المأساة الكبرى بالنكبة الكبرى كما سميت في التاريخ العربي الحديث وأن تشاهد فيها هذه الأشياء بأن أقرب الناس لك وهو وليدك وصيب وكذلك أعمامك هذه أيضا انعكاسها إيه على حياتك بعد كده جعلتني أترك كل مباهج الدنيا وأمسك بأول طرف خيط ندالي لأتمسك فيه أنا كنت في السعودية ومن تركتهم خلفي في السعودية الآن أصحاب بنوك في عمان أنا ما كنت أتصور أني وأنا بالسعودية وأنا بالكويت ليه هدف سامي غير النضال من أجل فلسطين وتحرير فلسطين إحنا كده قفزنا قفزة كبيرة لسنة ستين تقريبا حينما ذهبت إلى السعودية في الفترة من تمانية واربعين إلى ستين بعدما أكملت دراستك انتقلت للعمل مدرس في السعودية وبعدها انتقلت للعمل في الكويت في الفترة من ستين لا أنا بدي أمر على بس وقفة عندما كنت بالتمانية وخمسين كنت مدرسة في أريحة وكنت أفكر أيضا في القضية الفلسطينية فاتفقت أنا وزميلي أن نشكل تنظيما صغيرا فلسطينيا وكان اسم هذا الزميل رحمه الله عمر حمد فشكلنا تنظيما صغيرا اضطرتني ظروفي أن أغادر للسعودية لأعمل فترك التنظيم بعهدة الأخ عمر الذي لم يحتمل صبرا فقام في عيد من الأعياد بمظاهرة في أريحة وأريحة كانت مركز لتجمعات لاجئين كبيرة جدا فاعتقل وانتهى التنظيم عند هذا الحد في هذه الفترة لم يكن هناك ما طبيعة الفكر الأيدولوجي أو الحركات التي كانت موجودة على الساحة الفلسطينية؟ ألم يجتزبك شيء منها؟ لا الساحة الفلسطينية كانت فيها الفكر القومي والفكر الماركسي والفكر يعني أفكار كثيرة أنا الحقيقة يعني زملت منير شفيق وكان شيوعيا في ذلك الوقت وكنا نتناقش كان الاهتمام بفلسطين أقل عند الحزب الشيوعي فلم يستهويني هذا وصدقت أصدقاء كانوا بعثيين وكانوا يطرحون شعار تحرير فلسطين لكن كان هناك اجتهاد بتبنى عبد الله الرماوي أن الوحدة قبل التحرير أو التحرير قبل الوحدة فكان بقول الوحدة قبل التحرير فلم يستهويني أن أنتظر حتى الوحدة العربية لأحرر فلسطين وكانوا مثلا القومين السوريين وكانوا مظلومين في ذلك الوقت كنا نعتبرهم عملاء لبريطانيا ولم أعرف حقيقتهم إلا متأخرا عندما كنت يعني غيرت مفهومك عنهم؟ آه حتما بالتجربة طب ما هي الأسباب في ذلك الوقت التي كانت تدفع وجود هذه التهمة عليهم أنهم عملاء للبريطانيين؟ يمكن اختلافهم في ذلك الوقت مع الرئيس عبد الناصر واختلافهم أيضا مع الأحزاب القومية في داخل فلسطين وسوريا ومقتل عدنان المالكي الذي اتهموا فيه كل هذه عوامل دفشة لأعتبارهم عملاء ألم يستهويك أي تنظيم من هذه التنظيمات؟ لا ما يعني أنا كان كان فكري منصب على فلسطين وتحرير فلسطين لكن علاقتك بمنير شفيق؟ ما يعني ما خلتنيش أنتمي ألاقت زمالة وصداقة بس ما انتميت أنا الحزب اللي هو كان منتمي إله لكن هو اعتقل في سبعة وخمسين أعتقل في سبعة وخمسين ضربت الحركة الوطنية الأردنية كلها في ذلك الوقت وأنا طلعت من سجنتش لأني ما كنتش أحد الناشطين في الحركة الوطنية الأردنية وبعدها انتقلت للسعودية فبعد فترة قصيرة اطلعت على فكر فتح متى؟ سنة كام؟ يعني يمكن 63-64 على ما أذكر عن طريق من؟ عن طريق أحمد القدوة قريب لأبو عمار فلما شفت هذا الفكر وكان تصدر مجلة فلسطين هنا وكانت تصلني أقرأها فلاحظت أن هذا فكر جديد في المنطقة ويدعو للتحرير إيه أهم الأشياء اللي جذبتك في هذا الفكر في الوقت الذي كانت توجد فيه حركات قومية مختلفة لم يجذبك أي شيء؟ إنه الفكر الأساسي أن هذا الجهد من هذه الفئة منصب على تحرير فلسطين وطبعا كان التحرير يعني تحرير ما تصبه بالـ 48 ولذلك شعرت أن هذا التنظيم هو التنظيم الذي يلبي ما بطمح فيه من زمان لكن في بعض الكتابات بتشير إلى أنك في هذه الفترة أيضا أعجبت بحزب التحرير وكان لك صلاح بيه قبل سابقا وأنا بسن المراهقة تعرف كان عندنا في القدس مؤسس حزب التحرير المرحوم الشيخ تقية دين نبهاني رحمه الله ودعونا إحنا كشباب في الثانوي لحلقات دراسة وأنا كنت مواضب على حضور هذه الحلقات وربما كانت هي التي أسست فهمي للفقه الإسلامي الصحيح وأنا بعتبر الشيخ تقية دين نبهاني وهذا قد يستغرب الكثير أنه من الرجال المخلصين لأمتهم ولأرضهم ولشعبهم لماذا يستغرب الكثير نعم لأنه شوها واتهم كثيرا وأنا أعرف كيف مات رحمه الله أبو إبراهيم شيخ تقية الدين مات فقيرا معدما ومات جكيته ممزوع مش لاقي حد يخيط له ويسكن في شقة متواضعة على الطابق الخامس يمشي لها مشان فش أصنصير رغم كبر سنه ورغم أمراضه ودفن يمكن ما يمشي في جنازته عشرين شخص أنا واحد منهم دفن رحمه الله في بيروت تفتكر سنة كم؟ والله يعني بالزبط 77-78 شيء من هالنوع يعني مش نذكر بالزبط لكن حزب التحرير لم يترك لديك الأثر الذي تنتمي أيضا فيه إليه وإنما أيضا هذا كان في فترة لا مجعلنيش أتبنى كامل فكرو بس في أشياء كثيرة من حزب التحرير تركت في نفسي أثر زي ما قلت لك فهمي للفقه الإسلامي حتى الآن هذا الأثر آه موجود ولا الاقتصاد الإسلامي كمان يعني أنا قرأت كتاب الشيخ تقي الدين عن الاقتصاد الإسلامي لما بديت أقرأ كتب ماركسية وغير ماركسية وجدت أن المنهج الذي فسره الشيخ تقي الدين يصلح لهذا الزمان أفضل من كثير من النظريات في تلاتة وستين أربعة وستين تعرفت على فكر فتح بدأت تشتري مجلة فتح كنت في المملكة العربية السعودية بدأت تقتنع بفكر فتح على اعتبار أنها تهدف إلى تحرير فلسطين وهذا الأمل الذي كنت تبحث عنه في كل الحركات الأخرى ولم تجد ما الذي قررته بعد ذلك؟ قررت أن تمي لفتح وحقيقة انتميت لكني أنا مطولتش بعدها تركت السعودية وانتقلت أبحث عن عمل في الكويت في شخصيات عرفتها فتح في البداية في السعودية في تلك المساعدة؟ في السعودية لا عرفت واحد تاني غير أحمد نظر قدوة عرفت واحد كان يسمونه شيخ البرقاوي ولا أعرف اسمه الأول لأنه في ذلك الوقت مكناش كثير ندقق بالأسماء ولا أدري أين مصيره وكنت أقول أحمد الله أنه ما ألتقيتش فيه أثناء وجودي فتح بعدين لأنه كان يحب شبك كل اتنين مع بعض هذه الخصلي ما أحبيتها فيه قد يكون مات رحمه الله لأنه أكبر مني سنة كان كثير وبعدها انتقلت للكويت وهناك تعرفت على أبو حسن سلامه وربطتني فيه صداقة متينة وهو الذي عرفني على المرحوم الشهيد أبو إياد وربطتنا أيضا صداقة ورجعت أمارس يفتح عبر أبو حسن سلامه وعبر مسؤولية أبو إياد وحدثت عام سبع وستين أبو حسن سلامه وأبو إياد يعني هاتين الشخصياتين على وجه الخصوص لك علاقة خاصة ومتينة بك لهما رغم ما حدث من خلافات بينك وبين أبو حسن سلامه مثلا في بعض وأحيانا مع أبو إياد كمان ولكن بقيت مع أبو إياد وبقي أبو إياد يدعمك إلى النهاية وبقيت علاقتكما علاقة وثيقة وخاصة طوال هذه المرحلة ربما أعود بشكل من التفصيل لعلاقتك بكل الرجلين ولكن الآن حزيمة سبع وستين أين كنت في العام سبع وستين؟ كنت بقدم تحاني النهائي في كلية الحقوق تعرف أنا كان ميولي علمية كنت مدرس فيزياء على ما أعكد درست فيزياء ورياضيات وكنت ميال المواضيع العلمية لكن أنا تزوج صغيرا كان عمر 20 سنة لما تزوجت فلذلك أنا كنت أدرس حقوق لأن الحقوق كانت في دمشق بالانتساب ويوم حرب سبع وستين كنا نقدم انتحاناتنا النهائية وفوجئنا طبعا العالم كله العربي كان محتقن يعني ما كناش احنا خارج الصبرة كنا نراقب مضاء اقتران ونراقب ما يحصل والاستعرضات بسينة والتهديد على سوريا وإلى آخره كنا متابعين هذه الأحوال وعندما انفجر القتال كنا نحلم حلما طوبويا كبيرا لأن فتح كان عندها تفكير أن الأم العربية هي فيل لكن فيل مكبل بالجنازير وأن إسرائيل هي فأر فمن يستطيع أن يكسر هذه الجنازير سينطلق الفيل ويدعس الفار ويمشي فكان عندنا معلومات من الصحف والإعلام المزور أن قوة العرب أضعاف قوة إسرائيل لكن ما الذي حدث بين الفيل والفأر؟ اللي صار أنه مع الأسف أن الفيل لم يكن فيلا وأن الفأر أيضا لم يكن فأرا وطبعا نحن بس أعلن عن بداية الخرب ركدنا لنحمل السلاح فبالسوريا كانوا بوزعوا بنادق على الجامعات وأنا مسكت بندقية من هذه البنادق فلم أعرف كيف أستعملها لأنه ما كان عندي أي فكرة عن استعمال السلاح إلا ما تدربته في المدارس على أسلحة قديمة في الأردن نعم فبعدين قررنا أنا ومجموعة من الشباب أن نذهب إلى الضفة الغربية وكان أحد زملائنا معه سيارة فركبنا السيارة وذهبنا حتى الحدود الأردنية السورية لم نجد أحدا فيها فقطعنا الحدود وكملنا كان يوم كام؟ خمسة ولا ستانية؟ كان يوم خمسة يوم المعركة ووصلنا عمان فكان ليل وممنوع الإضاءة والإضاءة السيارات فصاحب السيارة اللي أنا ما سؤش مش مستعد قلت إذا أعطيني السيارة أنا بكمل فيها فكملت سياقة وهو معي طبعا إلى أريحة بدون أنوار على الظلام الدامس ووصلنا أريحة فلم نستطع أن نكمل لأنه كانوا في لواء أردني بيطلع على الطريق باتجاه القدس ونمنى في أريحة طوال الطريق لم يكن لكم أحد إلى أين أنتم ذاهبون؟ لا لا ولا أحد سألنا كان إيه المظاهر اللي موجودة في الطريق؟ لاحظنا عند البحر الميت عند مفرق أريحة أن هناك تحرك لدبابات أردنية باتجاه؟ في ذلك الوقت لكن نمنى بأريحة تاني يوم زميلي ذهب بسيارته لوحده فأنا ذهبت إلى القدس معظم الطريق ناشيا من أريحة إلى القدس؟ من أريحة إلى القدس ما الذي رأيته؟ ورأيت أنه ما في دبابات الدبابات اللي كانت بالطريق للقدس مش رايحة على القدس ما أخدي يمكن مفرق شمال أو يمين فوصلت العزرية فوجدت دبابتين أردنيات يقصفوا باتجاه جبل المكبر ولاحظت أنه بعض الجنود تقدموا بجبل المكبر فبعد يمكن ما قصفت الدبابات خمسة قنابل وإذا الطيران بيجي بيقصف الدبابتين ويدمر بجنودهم ويدمرهم فكملت أنا لرأس العمود من رأس العمود طبعاً لأنه أنا لازم أنزل أنت لوحدك تتحرك لا في ناس كثير في ناس كثير ماشيين بس الناس كلها ماشي باتجاه معاكس الناس عايزة تعرف إيه راحة فين جاي من إيه الناس بروحة الناس بروحة لشرق النهر يعني ألا أنا جاي لك على هذا الوضع فوصلت رأس العمود فلم أشاهد عسكري إسرائيلي إلا بعض الجنود على باب الصباط كانوا في إطلاق خفيف نار بينهم وبين بعض الجنود الأردنيين لم تكن هناك معركة والتقيت بأحد جيراني وأخبرني أنه والدي ووالدتي وابني اتجهوا شرقاً مع الناس اللي متجهين شرقاً كانت عائلتك تقوم في أريحة في ذلك؟ لا فقط أبي وأمي بالقدس ومعهم ابني في سلوان آه في سلوان ورجعت باتجاه أريحة ماشياً أيضاً فشاهدت المنظر القاسي الرهيب التالي ألاف الناس يذهبون باتجاه الشرق ولا يدرون ماذا يفعلون ولم يشاهدوا جندي إسرائيلي ألاف الجنود أيضاً الجنود الأردنيين يسيرون باتجاه الشرق يلقون بأسلحتهم شمالاً ويميناً ويذهبون باتجاه الشرق لأن الأمر إجالهم بالانسحاب للخط الثاني اللي هو الخط الثاني خلف النهر الانسحاب دون قتال؟ دون قتال دون مواجهة؟ دون مواجهة لا يوجد أمامهم أحد يقاتلونها وأصلاً ولا في أحد أنا قطعت النهر ولم أرى جندي إسرائيلي إلا تاني يوم لما رجعت أفتش على ابني شاهد جندي إسرائيلي بس في اليوم الأول لم أرى جندي إسرائيلي يعني إلا بعض الجنود زي ما قلت لك في باب الأصباط ده يوم ستة يونيو يوم ستة صار يوم ستة هذا وبعد ما قطعنا النهر يوم ستة قصف جسر اليمبي ودمر فصاروا الناس ينصبوا شوية خشب ليمروا عليها بس الناس يعني تائهين كالغنم كانوا شايلين الناس سيبين بيوتهم يعني بعض الأواعي بعض الملابس الضرورية يعني نوع من الهلع خلق وليس هناك أجهزة إعلام تهدع روع الناس وليس هناك أجهزة إعلام صادقة لتقول للناس ماذا يفعلون فالناس كانوا ضايعين ما عندهم مش أي تفكير كنتم تشعر أن في حتى تماسك لدى الناس لا لا ما في تماسك يعني فراد الناس آه آه ما فيش مجموعات ليس بالضرورة أن كل واحد واخد عائلته أو كذا لا يعني عائلاتهم آه يعني كل واحد عائلته كل حارة أربع خمس منها ماشين لكن إلى أين ما بيعرفوش وأقسى ما يمكن أن هذا مورس على مخيم كبير جدا في أريحة له مخيم عقبة جبر كيف هذول اللاجئين من ثمانية واربعين سكنوا بالمخيم صارت سبعة وستين فرحلوا هم ومخيم عين السلطان باتجاه الشرق والآن شكلوا مخيم كبير جدا اسمه مخيم البقعة ويعني هذا أسفل عمان سهل بين عمان وجرش ولو كان هناك توعية ولو كان هناك مؤسسات حكومية أو شعبية تفهم الناس أنه لا يرتكب الخطأ اللي ارتكب عام ثمانية واربعين وبيخلوا الناس مكانهم لكان الوضع الآن أفضل مئة مرة طبعا أنا بالنسبة لي يعني لكن أنت تعتقد أن الناس دول هناك من دفعهم إلى أن يتركوا بيوتهم أم أن الهلع فقط لا لا الإعلام الإعلام العربي الإعلام العربي اللي كان يمارس الإعلام العربي في وقتها كان عمال يشير إلى الانتصارات الصحية مظبوط مظبوط هم من شايفين إعلام عربي يشير للانتصارات وشايفين جنود إسرائيليين قريب منهم يشير إلى الهزيمة فالاختلاف بين الواقعين شكل هلا عندهم والناس لسة ذاكرت دير ياسين وبعض القرى في أذهانهم فخافوا بعدين الناس يعني الإشاعة إذا ما بكون في جهاز ينظم الناس الإشاعة تسري سريان النار بالهشيم وليس لها من يضبطها يعني مثلا أهل حي الطوري انتقلوا لسلوان قالوا المذابح بالطوري مش صحيح ولم يكن هناك مذابح ما في مذابح مطلقا ويمكن أهل سلوان انتقلوا للعزرية ورواوا نفس الرواية أنه أهل سلوان يقولوا أن المذابح في سلوان وأهل العزرية انتقلوا إلى أريحة ليقولوا أن المذابح في العزرية إذن الناس وتكونهم أيضا لعب دور في المأساة يعني أنا بقول لك الناس العاديين هم ناس عاديين مثل التربة صالحة لزراعة النبت الكويسة والنبت السيئة لكن إلا تتوقع أنت قلت لو أن الناس لم يهجروا لم يتركوا ديارهم كان الوضع مختلفا ما الذي سيكون مختلفا والإسرائيليين أيضا سيطروا على الضفة بالكامل آه لكن أقول لك شغلية الآن الإسرائيليين أخطأوا خطأا يمكن يكون صد في عام 48 تركوا 120 ألف فلسطيني الآن هذون 120 ألف فلسطيني مليون صح الآن لهم 15% من الأصوات لهم الترجيح لعلمك يعني ولو أنه هذا شأن متأخر جدا باراك نجح بأصوات الفلسطينيين ليس بأصوات اليهود باراك نجح بأصوات الفلسطينيين قال إنهم تجحوا فعلا آه لو بقيت الأوضاع نحن يعني أحمد على طلبك بدون تكليف فبقولك إحنا القنبل الذري الأهم عندنا هو الديمغرافيا جوا الديمغرافيا لو ما رحلش مثلا 400 أو 700 ألف كما يقولون من فلسطين من الضفة الغربية في ذلك الوقت للآن هذون 700 ألف مليونين أنا في الجنب الديمغرافي وحضرتك ركزت عليه سواء فيما يتعلق بزواجك المبكر أو فيما يتعلق بما ذكرته الآن هل تعتقد إن الإسرائيليين يمكن أن يتركوا المجال للفلسطينيين بحيث إن التركيبة الديمغرافية فعلا يمكن أن تختل بعد 10 سنين أو 20 سنة وتصبح في صالح العرب ناقشت هذا الأمر مرة مع أحد الصحفيين الأوروبيين بالإنجليز فقلت له إنه الإسرائيليين أماهم أحد أمرين إما إنه يحكم الفلسطينيين بالأوليغاركية يعني بالأقلية القامعة كما كان في جنوب إفريقيا وهاي انتهت في جنوب إفريقيا ولن يتحملها العالم طويلا أو إنهم يتركوا اللعبة الديمقراطية هي اللي تحكم فأنا بعتقد أو عندهم حل ثالث يعمل ترانسفير الآن شايف الترانسفير يعني ما تحملوهوش لا في كوسوفو ولا بأي بلد بالعالم لكن هم بيعملوا ترانسفير بطيء هم لا عندهم أنا بقول لك أنا خايف من الترانسفير وهذا يجب أن يفهمون الناس اللي جوا بالذات والقيادات المسؤولة سواء بفلسطين أو بالمجاور يفهموا شغله هناك خطة لترانسفير اختياري وهذا اللي بيخوف يعني كيف اختيار ترانسفير اختياري يجوا مثلا يضيقوا وسائل العمل في الضفة والقطاع ويعملوا منشآت مهمة صناعية على الجانب الشرقي من النهر نعم ويتركوا فرص العمل في الجانب الشرقي من النهر كبير الأردن يعني كما تقصد فبيروح الواحد بيشتغل أول يوم أول شهر أول شهرين بعدين بيجيب عائلته بيسكنها جنبه وهكذا نشأت مدن في الأردن صحيح وفي ترانسفير تاني أيضا نعم ترانسفير توفير الفرص في العالم العربي ترانسفير أن الولايات المتحدة وأوروبا مفتوحة للفلسطينيين مظبوط لمن أراد أن يهاجر منهم مظبوط فكل هذا أيضا يدخل في الإطار العام لقضية التحجير أو الترحيل أفوا الترانسفير الخارجي ممكن يكون بلعب جزء ربما نعود إلى ذلك ولكن لنرجع إلى العام 1967 كنت تبحث عن أبيك وأمك وأبنك في وسط هذا الكم الهائل من الناس الذين يهمون على وجوههم من الضفة باتجاه الشرق بعد ذلك طبعا لم أجدهم في عمان عدت لليوم الثاني على النهر ودخلت قاطعا النهر سباحة إلى أريحة وطبعا في ذلك الوقت كان صار الوضع مختلف كانوا الإسرائيليين يعملون كماء يعني الإسرائيليين ارتاحوا إلى وضع الهجرة ولا يريدون أن يعود ومن يعود يعتبر متسلل ويقتل طبعا يقتل فأنا استطعت أن أتسلل وذهبت إلى بيت أقارب اللي بأريحة وعرفت أنه والدي ووالتي وابني تركوا أريحة اليوم صباحا متجهين باتجاه عمان معلش هنا أنا في جانب نفسي مهم جدا جدا معلش ممكن في دقيقة تقولي الجانب النفسي وضعك النفسي كان إيه في هذا الوضع أسرتك في الكويت أنت كنت تدرس في دمشق ابنك مع أبوك وأمك في سلوان رجعت وجدت أرضك راحت بلدك راحت الإسرائيليين سأتر عليها وأنت تبحث ملتاعا أوصف لي حالتك كمثال ألاف أو عشرات ألاف أنا بدأول لك حالتي هي الضياع الفلسطيني اللي كان سائد في ذلك الوقت أنا همي أسرتي بالفعل في الكويت همي أني رأيت آخر معقل يسمى بفلسطين عليه الجند الإسرائيلي الآن اللي هو النهر فمعناها الضياع الكامل لفلسطين أنا لما انتميت لفتاح ما كنتش أسعى لتحرير الضفة الغربية أو قطاع غزة كانت أوردي مع العرب أنا كنت أسعى لتحرير اللي ضاع بالـ 48 فالآن شفت أنه إحنا العرب صرنا لورا كمان بوضع كتير مأساوي فالضياع كان ضياع كامل ومؤثر نفسيا يعني في الحلقة القادمة أبدأ معك من تحليلك لوضع 67 أسباب الهزيمة وما حدث فيها ما حدث من هجرة الفلسطينيين بعد ذلك والتمركز في الأردن على وجه الخصوص معركة الكرامة في عام 68 الفصائل الفلسطينية التي تجمعت في الأردن والتوجهات المختلفة لهذه التجمعات وصولا إلى أيلول الأسود في العام 1970 أشكرك شكرا جزيلا كما أشكركم مشاهدين الكرام على حسن متابعتكم في الحلقة القادمة إن شاء الله نواصل الاستماع إلى شهادة السيد محمد داود عودة أبو داود في الختام أنقل لكم تحية فريق البرنامج وهذا أحمد منصور يحييكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا جزيلا شكرا جزيلا